الرب طلب من نوح انه يبني فلك كتير مرات حتى في قصص منشوف انه الفلك يمكن حجم صغير الحوانات بتلعب اعطينا فكرة يعني انت بحسب الموضوع من ناحية يعني تعطي الدليل العلمي وراء الفكرة طبعا يا اخ نزار للأسف مرات بنشوف الفلك على اساس انه هو عبارة عن رسمة صغيرة زي اللي احنا شايفينها على الشاشة عبارة عن قارب صغير وتلاقي نوح كده بيشد في شعره لانه مش عارف يخلي باله من الحيوانات انا شايفه اصلح ولا عمي الشعر اكزاكلي الفنان يقدر يحط اي حاجة في الصورة وبعدين يبين الزرافة طلع على الفوق والنسناس بيتنطط ده شوية مطرة توقع القارب ده وكل الجينيتك بول ده كل المعلومات الوراثية بتاع الكائنات دي تندسر ده مش الصورة الحقيقية ومن فضلكم لما تشوفوا الصورة دي في اي كتاب اطعوها لانها غلط لاني مرات بنحكي القصة دي للاطفال في مدارس الاحد على اساس قارب بالشكل ده وبعدين يدرسوا فيزيا ويدرسوا جيولوجيا ويدرسوا احياء يقول لك الكلام اللي كانوا بيحكوا لنا دي قصة قصة نوح ماش عايزة ساميها قصة هي احداث الطوفان لانها احداث حقيقية حصلت في الزمن وفي التاريخ وفي المكان فهي مش قصة زي كان يا مكان في قديم الزمان اشتركوا في القناة